سبعان من المطاردة انتهت بإعادة اعتقال أيهم كممجي ورفقه مناضل انفعات لم يوفر خلالهما الاحتلال فرصة للبحث عنهما بعد إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفعات قد يطوي الاحتلال ملف الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع ويفتح الفلسطينيون كتابا جديدا من المقاومة والنضال سطر فيها زكريا يعقوب ومحمد ومحمود وأيهم ومناضل معنا جديدا لانتزاع الحرية لم يعهده العالم إلا في الأفلام والروايات الخيالية هذول كلهم ولادي مع مناضل كلهم ولادي وبوجه لمناضل أنه بقول الله يرضى عليه واتكال على رب العالمين وكلهم ولادي وبتمنى لهم الفرج وبتمنى لهم ما إشي آذيهم بإذن ربنا عملية إعادة اعتقال أيهم ومناضل لم تكن سهلة فجيش الاحتلال وقواته الأمنية على مدار أكثر من أسبوعين سخرا كل ما يملكه الكيان من قوة وتقنية لإعادة اعتقال الأسرى الستة في محاولة لحفظ ماء وجه الاحتلال القبيح وفجر الأحد اختحمت مدينة جينين وحرصا على الفلسطينيين المدنيين قام الأسيران بتسليم نفسيه ما دون مقاومة حوالي ساعة انتين إلى ربع فجرا وصلني اتصال على الجوال من رقم غريب يعني ما بعرفه فردت عليه بكل مرحبا يا أبا أنا أيهم حاصروني في الحارة الشرقية في جينين في منزل وأنا حرصا على حياة الموجود عندهم بدي أسلم نفسي قلت له الله يحمىك وسلمك يا أبا وشو بدي أكله دعيت له يعني والله يصحل عليه قصة انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن جلبوع رمز قوة وأمن الاحتلال أثر استنفارا عاما في الكيان ليبقى يوم السادس من أيلول تاريخا سيذكر الاحتلال بهشاشته وضعفه وسيتذكره الفلسطينيون بالفخر والاعتزاز